هتقولنا يا جماعة الحاجات اللي احنا عرضها دلوقتي في حالتين قدام قدام مش عايزك تعلق عليهم فنيا بس قولي الكواليس بتاعتهم ما بعد يعني قولولي يا جماعة اللقطة دي كانت في ايه دي مباراة زمالك والسيراميكا كيلو باترا عشرين وواحد وعشرين اه دي كانت ضربة جزاء اه دي بعدها زمالك قرب من حاسم الدولي اه ايه حكيتها بقى اللقطة دي خلاص خلاص انت اللي هتحكي اه ضربة جزاء يا جماعة مش عارف من اللي جاية حاتب ايه حاتب اللي جاية حاتب ومهارب حاتب اه انا مش جاي تاني اه تفعلاش على كيها حاتب بس ضربة جزاء انا عارف حاتب عايزي ضربة جزاء عايزي حاتب اصل ليه جيبنا الحالة دي اه انه ساعتها عملد دوشة كبيرة جدا ودي فرصة عشان سأجاب شعزك انا كده هنقول رأينا بس فيه كتير قوي وانا هكلمك بصراحة انا هفض فض معاك يعني وانا دايما بقول كده للمحايدين بتاع الحكام هجماعة هوا احنا منختلف عليهم مش فيه قانون يعني قلوا لي القانون ايه عشان تلاي محلل يقول لك رأي المحايد تاني يقول رأي تاني فالناس في النص رحشات ما الحاكم انا اسف تهاجم الحاكم موازل كانوا رأيين اصلا المحايدين مختلفين يبقى الحاكم ده اصلا كمان ما يعرفش حاجة انت بيبقى رد فعلك في الامر داي هل حالات التحكمية دي تستحق فكرة انه نختلف عليها بص انت حالة التحكمية بتبقى وقت المباراة الناس بتستاني مطش يخلص بيبدأ التراشق صح غلط لان معاه لا ضد لحد ما يطلع الخبير التحكيمي لكانات كذا كذا ليس هناك راكلة جزائك هر حاكم سليم بغض النظر بقى هو صح هو غلط انت بتستاند للخبير التحكيمي سين قال كذا انت بتستاند لده فانت خلاص تقود يا الامر لا يفتوى مالك في الديار خلصت صحيح فانت بتبدأ عشان كده يمكن انت شاطر في الحتة دي بتطلع انت على طول خبيبي تعيب أنا عارف ما ماشي معانا بس انا اعني اجتا اقول CVI انا الحمد والله كل الناس هي عرف فى الحكام يعني انا من اكتر الناس فى راقم اعش هنا انا وزمالي نساند دايما الحكام يعني طول الوقت طول الوقت نحيلى فى الصف بتاع الحكام مش الصف طيام ممكون نحيلىоко فى الجمهور نحيب الشيط اللان HAC انا لا دايما ببقى مقدر عملكم جدا بصراعة شكرا